قال المزارعون في رأي عزبو التي تقع في منطقة تقراء الجنوبية أن محاصيلهم أصبحت عديمت الفائدة بسبب قلة الأمطار وأنهم أصبحوا الآن يوفرونها لماشيتهم لم يسبق أن رأينا أو سمعنا مثلها ما يحصل الآن حيث كان هناك حطول قليل للأمطار في شهر مايو ونحن زرعنا ولكن الآن لا يوجد شيء يدعى بالذرة لقد أعطيناه للماشية ونحن قلعين للغاية لقد جفت تماما وكانت منطقتنا تعاني من مشاكل متعددة نحن نقتلع ما زرعنا لأنه جف قبل أن يؤتي ثماره وقال المزارعون أن الأراضي الزراعية في رأي عزبو كانت مفيدة ليس فقط بالنسبة لهم ولكن للآخرين أيضا ولكنهم الآن يعانون بسبب عدم هطول أمطار كافية في الماضي كنا ننتج الذرة والحمص بشكل جيد ولم نكن نستخدمها لأنفسنا فحسب ولكن لشعب تيجراي بأكمله أيضا المشكلة التي نواجهها الآن ليست بالنسبة لنا فقط بل لجميع تيجراي وإذا غامت الحكومة بمساعدتنا سنزرع ونحن نسير في جانب المطر أي أنه في حالة هطول الأمطار سنغوم بالزراعة ولكننا في أوضاع صعبة الآن الآن نحن غليغون إنه ربما إذا نمى أكثر قليلا فسنغوم ببيعه واستبداله ولكن الآن ليس لدينا خيار للبيع والتبادل وأأمل أن تساعدنا الحكومة قرح رئيس القطاع الاقتصادي للمنطقة براك هفتو أن 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية كانت مقطاط بالذرع ولكن 8 ألاف هكتار منها جفت بسبب قلة الأمطار تم التقطيط أكثر من 15 ألف هكتار بالذرع وقد جرت محاولة الاستعاد 2970.5 هكتار منها إلا أن 8557 قد جفت وغصبحت أديمة الفائدة تجدر الإشارة إلى أن تلفزيون تقراي قد أبلغ عن الجفاف المقترن بغزل جراد وقد أثرت هذه الأمطار بشدة على الجزء الشرقي والجنوبي من الإقليم منذ بداية منسم الأمطار في هذا العام ويطالب المزارعون باستجابات سريعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية المحلية وبالإضافة إلى منظمات الإقاثة الدولية للتخفيف من الأزمات المستمرة لشعب تقراي